يبدو أن السباق الرئاسي الأمريكي لعام ٢٠٤٤ سيكون حافلاً بالتحديات والتطورات إذ رعلان حاكم ولاية فلوريدا رونان دي ساندس تقديم أوراقتار الشحة ليدخل في السباق نحو البيت الأبيض الخطوة التي كانت متوقعة لدى الأوساط السياسية في واشنطن وضعت دي ساندس في مسار تصادم مع رئيس السابق جونالد سرامب الذي كان متبرع لحملته وبات الآن منافسة على ترشيح الحزب الجمهوري وعبر محادثة على موقع تويتر أطلق دي ساندس معركته التي يتوقع أن تكون شرسة ضد ترامب لسيما وأن الجمهوريين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر ترشحة إذ أنهم يبحثون عن بديل للرئيس الأمريكي السابق وبعد أن كان دي ساندس النجم الجمهوري الصاعد مع توقعات بأن يتجاوز ترامب أظهرت الإحصاءات الأخيرة تراجع بثلاثين نقطة مقارنة لترامب لأسباب متعددة أبرزها غياب الكريزما بحسب الرئي العام وتأخر في الإعلان عن ترشحه ويعول الآن دي ساندس في مواجهة مع ترامب على صندوق انتخابي قدر 110 ملايين دولار من خلال شن حملة إعلانات على مستوى الولايات إذ بات هدف حاليا الظهور بصورة مختلف أمام الناخبين الأيام المقبلة ستكون كفيلة بكشف هوية مرشح الحزب الجمهوري فهل سيكون دي ساندس قادرا على تجاوز ترامب وتغلب على التحدي الأول في السباق على أرفع منصب بالولايات المتحدة أم سيتعرق الطريقة نحو البيت الأبيض ترجمة نانسي قنقر